احتلال لمجموعات مسلحة هذا هو الواقع الذي نعيشه الآن ونحن في تواصل مع جماعة أنصار الله نقول لهم أنه وجودهم المكثف في الشوارب بهذه الطريقة هو خرق الالتفاق نقول لهم كذلك أنه مباشرة بعد التفاق بعد توقيع هذا التفاق تم نهب الأسلحة الثقيلة من مخازن السلاح وتوجهت الدبابات التي تم نهبها إلى مناطق في الشمال هذا هو خرق سافر لما اتفق عليه كذلك قلنا لهم وفي حوارنا معهم على أن الاقتحام بيوت معارضيهم السياسيين هو خرق كذلك لهذا الالتفاق قلنا لهم على أن هذا الالتفاق خطة متكاملة فيها الجانب الأمن الاقتصاري والسياسي سقطت العاصمة بيد مجموعات مسلحة وهي لا زالت في العاصمة وتتحكم في جميع مرافق الدولة بما فيها المطار الدولي وانقطعت عدد من الرحلات الدولية وغادرت كذلك من اليمن عدد كبير من الشركات لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر بهذا الشكل يجب تطبيع هذه الأوضاع عبر تنفيذ ما التفق عليه ترجمة نانسي قنقر